بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لقد جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن يبتليهم ابتلاءً يقوى بقوة الإيمان ويقل بضعف الإيمان وهذه السنة باقية وثابتة ببقاء الإنسان في هذه الحياة فالله عز وجل خلق الإنسان في الدنيا للابتلاء والاختبار قال ربنا تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإن من منطلق الإيمان أن يعلم العبد أن الابتلاء سنة كونية ثابتة باقية ببقاء الإنسان ما خلى منها أنبياء الله بل وقعوا كلهم في مجر هذا الابتلاء فالله عز وجل أوقع الابتلاء على خليل الرحمن إبراهيم وعلى نبي الله أيوب وعلى نبي الله موسى وعلى نبي الله يوسف وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا لكن البعض ينظر إلى الابتلاء على أنه عقوبة من الله عز وجل ولكن الابتلاء من الله رحمة الابتلاء من الله تخفيف الابتلاء دليل على محبة الله عز وجل لا بد أن تعلم أن الابتلاء دليل على محبة الله عز وجل ليس كما يزعم البعض أنه دليل على غضب الله ولا على سخط الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن البلاء لا يزال مع العبد حتى يلقى الله وما عليه خطيئة يزال العبد في البلاء حتى يلقى الله وما عليه خطيئة فالابتلاء من الله عز وجل رحمة والابتلاء من الله تمحيص والابتلاء من الله غفران للذنوب قال الله عز وجل وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ قد يتساءل البعض هل هناك ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر أو أن الابتلاء يكون بالشر فقط نقول إن الله عز وجل أخبر في القرآن أن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر قال سيدنا عبد الله بن عباس نبلوكم بالشر والخير بالصحة والمرض بالغناء والفقر باليسر والعسر فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر على الإنسان في حال الابتلاء بالخير أن يشكر الله عز وجل أي أن الله إذا وسع على إنسان وبسط له الأرزاق أيًا كان نوع الرزق في المال أو في العمل أو في الولد أو في الزوجة أيًا كان نوع هذا الرزق فعلى الإنسان أن يشكر الله عز وجل والشكر لا يكون باللسان فحسب بل يحتاج إلى عمل وأن يسخر هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل وأن يمتثل أمر الله وأن يجتنب نهيه سبحانه وتعالى قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وعلى الإنسان في حال الابتلاء بالشر أن يصبر يبقى هناك ابتلاء بالخير ويتطلب من العبد أن يشكر وابتلاء بالشر يتطلب من العبد أن يصبر قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فمن كان في دينه قوة زيد له في البلاء ومن كان في دينه ضعف قل الله عز وجل له البلاء ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة فيلقى الله طاهرا نقيا من الذنوب والأوزار والآثام ولكن بشرط أن تقابل ذلك برضا واستسلام قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه يعني أن يصاب الإنسان بأي مصيبة أيا كان نوعها حتى الشوكة تصيب الإنسان فتؤذيه فيتأذى بسببها فيصبر لله عز وجل فالله عز وجل يحط بها من خطاياه إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد حسبك الله في كل لك الله أسأل الله عز وجل في عليائه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وآله والحمد لله رب العالمين